موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث صحافة نبدأها من صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا لكاترينا فيليب وهوغا توميلسون بعنوان إيران ترسل الرجال والسلاح لدعم تراجع الأسد قالت صحيفة التايمز البريطانية إن إيران تدفع بمقاتلين وأسلحة لإدفاع عما تبقى من معاقل قوية لنظام بشار الأسد في سوريا وذلك بالتزامن مع إشارات تظهر أن نظام دمشق يحضر لتقسيم فعلي للبلاد وقالت الصحيفة إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني زار في الشهر الماضي مدينة اللاذقية معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام السوري بشار الأسد لتقييم الوضع بعد تقدم المعارضة السورية المسلحة من مدينة إدلب ويشير التقرير إلى أن مصادر إيرانية تقول إن الجنرال قاسم سليماني كان غاضبا من حالة الجزع التي شاهدها بين قوات الجيش السوري وقال سليماني لهم لماذا تقطأتم رؤوسكم وضف قائلا لهم يدفع الشعب السوري ضرائب من أجل توفير رواتبكم ومن أجل اليوم الذي تدافعون فيه عنهم ضد عصابات الحيوانات الشريرة لماذا فقدتم عصابكم وتبين الصحيفة أن المعنويات بين أفراد الجيش السوري في تراجع مستمر بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها الجيش السوري بما في ذلك هزيمة الجنود في مواقع للدفاع عن العاصمة دمشق كما سقطت مدينة تدمر وإدلب وجسر الشغور وينقل التقرير عن دبلوماسيين غربيين في العاصمة دمشق قولهم إن النظام يتحرك نحو قبول واقع تظل فيه سوريا مقاسمة فعليا حيث تنسحب القوات السورية إلى المناطق الاستراتيجية التي يمكن الدفاع عنها وتحصينها بقوة مثل حما وحمص ودمشق والمناطق المرتبطة بها وتنقل الصحيفة عن مصدر قوله إن الحقائق على الأرض كلها تشير إلى هذا الواقع مضيفا أن النظام حرف انتباهه للدفاع عن المناطق في البلاد التي يستطيع الدفاع عنها وترك الباقي للمعارضة المسلحة ولتنظيم الدولة ويلفت التقرير إلى أن مصادر عسكرية تقول إن الجنرال قاسم سليماني رتب عملية نقل لأسلحة جديدة وقوات نظامية من إيران لمساعدة النظام السوري والدفاع عن العاصمة دمشق ودحر قوات المعارضة التي تقترب من إدلب نحو اللاذقية وتذكر التايمز أنه بحسب الصحافة الإيرانية فقد أعلن سليماني بن دمشق أن العالم سيفاجأ في الأيام المقبلة بما نقوم به بالتحضير له نحن والجيش السوري وتقول المصادر الإيرانية إن الجنرال عبر عن غضبه بعد تسريب تصريحاته من مسؤول سوري في محاولة لرفع معنويات الجيش السوري وقد أشارت المصادر إلى أن أولويات إيران ليست الحفاظ على النظام السوري من أجل عيونه ولكن من أجل حماية خط الإمدادات لحزب الله الذي يعد الحليفة الاستراتيجية الآخر لإيران في لبنان بحسب الصحيفة وينوه التقرير إلى أن النظام يقوم بتقوية دفاعاته في اللاذقية من خلال تشكيل فصيل علوي يتكون من شبان الطائفة الذين فشلوا في الخدمة العسكرية وقد وزع الجيش بيانا يعرض فيه على الهاربين من الخدمة العسكرية حل وضعهم القانوني في حال انضموا إلى درع الساحل وسيحصل من يتقدم منهم على راتب شهري مقداره أربعون ألف ليرة سورية وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن ناشطين يقولون أن النظام يستخدم القوى لإجبار الشبان ومن هم تحت سن الأربعين للانضمام إلى درع الساحل موقع تورك برس نشر مقالة لمحمود عثمان بعنوان الانتخابات التركية من الخاسر حيث يقول الكاتب أنه في كلمته عشية الانتخابات هنأ رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أغلو جماهير الحزب المحتشدين أمام المبنى بالنصر المبين الذي لا شك فيه ولا غابش حسب تعبيره حيث حصل حزبه على المرتبة الأولى قد يكون داود أغلو محقاً إذ أن حزب العدالة والتنمية فقد رئيسه المؤسس رجب طيب أردغان الذي أصبح رئيساً للجمهورية إضافة إلى تجديد ثلث مرشحيه للبرلمان بسبب مادة في نظامه الداخلي تحضر على منتسبه الترشح لعضوية البرلمان أكثر من ثلاث دورات برلمانية من جهته اعتبر حزب الشعب الجمهوري نفسه منتصراً لأنه حافظ على ترتيبه ونسبة أصواته مقابل تناقض في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية وقد صرح رئيسه كمال كالجدار أغلو بألا شيء يدعوه للاستقالة حزب الحركة القومية الذي أضاف إلى رصيده 27 نائباً إضافياً في عدد مقاعده في البرلمان يعتبر نفسه أولاً رابحين في هذه الانتخابات وكذلك هناك إجماع داخلي ودولي على أن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إذ حصل بضربة واحدة في أول انتخابات يخوضها بنسبة بنفسه كحزب على نسبة 13.1% أكسبته 80 مقعداً في البرلمان مما تقدم نلاحظ أن الجميع رابح في هذه الحالة فمن الخاسر إذا؟ فعلى صعيد حزب العدالة والتنمية فإن أصواتنا لا تزال خجولة صدرت عن بعض الإخوة الكبار بدأت تدعو إلى التوقف مع الذات ومحاسبة النفس فهم يعتبرون أن البقاء في السلطة مدة طويلة أصاب كثيراً من كوادر الحزب بالغرور والشطط وربما الفساد وأن ما حدث إنما هو إيقاظ وهزه وفركة أذن من شأنها أن تعيد الناس إلى رشدهم أما بالنسبة لبقية الأحساب لا تغيير متوقع من جهة كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية الذين يعيشان حالة استعصاء حزبي وعقم في إنتاج قائد يتمتع بالكاريزمة السياسية يستطيع الوقوف في وجه تغول حزب العدالة والتنمية يبقى الحراك الأنشط والتفاعل الأكبر على جبهة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يبدو أنه لبس وربما ألبس وألبس ثوباً أكبر من مقاسه إذ أنه أمام استحقاقات كبيرة وامتحانات كثيرة لعل أولها الاستقلالية وأخذ إزمام المبادرة مباشرة العمل السياسي كأصلاء لاوكلاء كما جرت العادة في السابق لست من محبثي نظرية المؤامرة ولا من مروجيها لكن بعض المصادر تشير إلى تعاون قوي داخلي وخارجي على ضرب عصفورين بحجر واحد بهدف تقويض عملية السلم الداخلي من أجل ذلك تم دعم كل من الحزبين القطبين المتطرفين قومياً حزب الحركة القومية التركي وحزب الشعوب الديمقراطي فهما الذين كسبا على حساب حزب العدالة والتنمية بهذه الطريقة سيتم إضعاف حزب العدالة والتنمية وكبح جماحه من جهة وتصفية الدور السياسي لعبدالله أجلان الذي رهن مستقبله السياسي بنجاح عملية المصالحة وكان شديد الحماسة لها على أن يبقى رمزاً تاريخياً مجرداً من الفعل السياسي الجولة الأولى التي تميزت باستقطاب سياسي حاد غير مسبوخ تبدو لصالح الصقور على حساب الحمائم لكن يبقى قطف الثمار في النهاية هو الأهم وإن انتقلنا إلى شبكة شام التي نشرت مقالة لزيد مصطفى بعنوان في ثماني ساعات درعا تقتص من اللواء اثنين وخمسين حيث يقول الكاتب اقتص الدرعا من اللواء اثنين وخمسين الذي أضاقها الموت والدمار خلال ثماني ساعات تمكن الثوار في درعا بعد صمت طال قليلاً بالعودة من جديد إلى ساحات الانتصار مؤلنين العودة من جديد والدخول في المنافسة مع جيش الفتح في الشمال للضفر بجائزة وجائزة من يوجه الضربات الأقصى والأسرع لقوات الأسد ومواليه ومسانديه معركة اللواء اثنين وخمسون ليست بالمعركة الاعتيادياة والتي كان من المتوقع إطلاقها على أكبر مراكز الأسد في جنو سوريا فهو رواء محصن بشكل قوي جداً ومجهز بأن يصمد ويقاتل لسنواته لكن لم تكن تلك السنوات إلا ساعات قليلة من الله بها على ثوار درعا بالإجهاز على كل ما يحيط به من حواجز ومن فيه من عناصر لينهو مركز قتل جديد ويرفع سيطرة الثوار إلى شبه كاملة في محافظة درعا درعا احتاجت لفترة من الزمن تخلف فيها الثوار عن مواجهة والمواجهة مع قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له بعد أن أشغلها داعش بمعاركه الجانبية كعادته وعمل على إيقاف أي مخطط أو عملية وتدى الدرعا وثوارها توجيهها للأسد كل شهر اللواء اثنان وخمسون هي نقطة بارزة وخطوة قوية تحمل في مضمونها أن بقاء أي مركز للأسد وميليشياته داخل محافظة درعا ما هو إلا مسألة وقت والوقت هنا قد يكون قريب وقريب جدا فبداية قوية مثل اليوم بعد توقف لفترة هو دليل عافي عتدناها في ثوار درعا وهو دليل همة كبيرة مخزنة داخل قلوب زنود الثوار في درعا فالموعد القادم درعا المدينة وخربت غزالة التي بدأت تمهيد تجاهها وطبعا سيكون موعد قرفة قريبا والذي سيتناسب وفقا للسباق بين درعا والفتح مع ضرب القرداحة ليسقط معا كما سقط ليسقطا معا كما سقط صاحب مقولة تسقط القرداحة ولا تسقط قرفة صحيفة الحياة نشرت مقالة لرندا تقي الدين بعنوان توسع ايران اسهل بعد الاتفاق النووي حيث لم يعد سرا ان الرئيس الامريكي باراك اوباما طامح بشدة الى التوصل الاتفاق مع ايران حول الحد من برنامجها النووية لكن خبراء الدول الست المجتمعين في فييرنا الذين يتفاوضون مع الجانب الايراني لتوصل الى اتفاق في مدة اقصاها ثلاثين الشهر الجاري يصطدمون حاليا بمواقف ايرانية تشكك في الوصول الى نهاية المفاوضات في هذا الموعد وايران تماطل في مسارها مع وكالة الطاقة الذرية فاتفاق لوزان المبدئي بين الدول الست وايران يحتم على ايران ان تنفذ البروتوكول الاضافي الذي يعطي الوكالة حق القيام بعمليات تفتيش ادق في منشآت ايران وحتى الان رسائل ايران متضاربة بالنسبة للنوع ونوع التفتيش وقواعد الدخول الى مواقع عسكرية مهمة فالاتفاق ليس مؤكدا في حين ان اوساطا ايرانية قريبة من السلطة بدأت تتحدث كأن الاتفاق مع الولايات المتحدة اصبح مضمونا وانا ثم تشعورا بالنصر اذا بدى وكلاء الشركات الامريكية يهرولون للقاء الوزراء والمسؤولين الايرانيين لبحث مرحلة ما بعد رفع العقوبات كانت فرصة على هامش اجتماع اوبك الاخير في فيننا لمراقبة لقاءات وزير النفط الايراني مع عدد من كبار مسؤول صناعة النفط العالمية في محاولة للاعداد للعمل مع بلده في مستقبل ربما يكون قريب وكانت فرصة ايضا للاستماع الى رأي بعض المسؤولين الايرانيين حول سياستهم في المنطقة وانتقاداتهم للحرب اليمنية بشدة كأنهم يتبرؤون من اي تدخل وتوسع في المنطقة فعندما تثير مع مسؤول ايراني مثلا افعال قاسم سليماني على الارض في سوريا وفي العراق ونزاهته لزيارة حزب الله ونزهاته في زيارة حزب الله الى لبنان او لدعم الحوثيين وتهديد السعودية لا حجة لديه الا ان حرب اليمن وحشية ويعرف الايرانيون تماما اسباب حرب اليمن فالتوسع الايراني ينبغي ان يوضع حد له في كل المنطقة من الدعم الاعمى لبشار اسد في سوريا ليضرب الشعبه بوحشية بالبراميل وقوات حزب الله التي تمولها ايران وفي العراق حيث هيمن التأثير الايراني وتقدم تنظيم داعش في عدد من المناطق السونية التي شعرت بالظلم وفي اليمن حيث تتحالف ايران مع الحوثيين وعلي عبدالله الصالح وتحرك لقد اوراقها منذ سنوات غضبت ايران من هذه الحرب لانها لم تتوقع ان تتحرك السعودية للتصدي لهذا التوسع المخاوف عديدة من تطبيع الدول السيطة مع ايران خصوصا ان الغرب مهما ادعى يتبع الولايات المتحدة فرئيس الفرنسي اليوم ليس بوزن سلفه جاك شيراك الذي عارض الولايات المتحدة في حربها في العراق واختار الموقف الديغولاي هولاند لا يستطيع وهو ضعيف داخليا ان يقع في عزلة اوروبية وعالمية مهما حظي من حرارة استقبال في الدول الخليجية ففي النهاية سيكون هو وزير خارجيته وراء الحليف الامريكي اذا توصل الاتفاق مع ايران حول الملف النووي جريدة عنب بلدي نشرت تقريرا لهن الحلبي بعنوان حي الزهراء الحلبي كيف تكون الحياة بعهدة حماة الديار ففي حي الزهراء شمال غربي مدينة حلب حيث شاءت الاقدار لبعض التجمعات السكانية ان تصبح خطوط جبهات صمدت ام حثيف قرابة عام شاهدة على ما حل بابناء تلك الاحياء وكيف التعايش في المكان الذي استوطنته قوات الاسد في نيسان الفين واربعة عشر بدأ الجيش الحر عملياته في الحي بهدف تحرير المخابرات الجوية والدخول عبره الى الاحياء الغربية ومنذ ذلك التاريخ نزحت غالبية سكانه اما قصرا او نتيجة وللقصف واحتدام المعارك ودخلت قوات الاسد عددا من بيوته فبات اقرب الى ثكنة عسكرية منه الى حي سكني تروي ام حظيفة التي نزحت مؤخرا عن الحي ما شهدته على مدى اشهر بدأ من دخول الجيش الحر الى الحي حينها اشع النظام وجود قناص يرصد الحي واشتد القصف بشكل مكثف فنزح معظم السكان واما من تبقى منهم فاخرجوه بالقوة حتى يتمكن من سرقة البيوت دون شهود كنا من القلة القليلة التي بقيت ورأينا كيف منعت حواجز النظام الاهالي النازحين من اصطحاب اي من ممتلكاتهم حتى اصغر القطع الكهربائية معهم وتتابع ام حظيفة الحديث عن عمليات السرقة نفذتها قوات الاسد في حيهم وكانت عائلتها احدى الضحايا رأيناهم يسرقون بضاعة دكاننا بالكامل ولم نكن نجرؤ على الخروج من منزلنا وتعقب كتبوا عبارة هنا الجيش الحر معتقدين ان لا احد يراهم موضحة انهم افرغوا الابنية السكنية والتجارية من كامل محتوياتها واثاثها بما في ذلك المصاعد والابجورات وحتى المقابس الكهربائية عمليات تحميل المسروقات كانت تبدأ عند الحادية عشرة ليلا يوميا اما ما لا يريدون تحميله فكان يجمع في الشارع ويحرق بحسب ام خضيفة كنا نسمع اصوات ضحيكهم وشتائمهم وسخرياتهم وهم يتلذذون بحرق اثاث الناس انتشار قوات الاسد في المنطقة نعكس على طبيعة حياة اهلها كذلك اذا ترافق وجودهم بما لم يألفه المجتمع في الحي من انتشار للشذوذ الجنسي بينهم وتخصيص بيوت الدعارة كذلك الزم الاهالي بقوانين مزاجية تتحكم بتفاصيل حياتهم بحجة وجود قناص لم يكن موجودا فعلا كانوا يجبروننا تارة على الخروج من باب القبو وتارة كانوا يضعون لنا سلما يؤدي الى الحديقة الخلفية فلم نجرؤ على مغادرة منازلنا الا لشراء اللوازم الضرورية وتتابع ام خضيفة فرضا علينا اطفاء المولدات عند وقته المبكر وان لا نشغل اضواء الغرف الامامية اعتدنا رائحة المشروب والعرق التي تفوح منهم واعتدنا اصوات ضحكاتهم النشاز وسكرهم وشتائمهم كذلك اكدت ام خضيفة تواجد ميليشيات لبنانية وايرانية تساند قوات الاسد موضحة انها سمعت من الجيران عن وجود ضباط ايرانيين في مبنى المخابرات الجوية وفي ختام روايتها عقبت ام خضيفة بالرغم من كل ما عاشته على مدى اشهر لم يصدمني نهائيا ما رأيته من افراد هذا الجيش بقدر ما يصدمني ويحز في نفس وجود اناس سذج يصدقون الى الان ان هذا الجيش هو حامد ديار بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم دائما بكل خير نترككم بالرعاية الله الى اللقاء بكل خير اشتركوا في القناة